محافظات عراقية عديدة شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين حرائق عديدة أتت على مستشفيات حكومية ومحال تجارية وأسواق شعبية ومنازل سكنية ومصانع وأراضي زراعية مما تسبب في حالات وفاة واختناق يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق وفشل السلطات الحكومية في وقف مسلسل الحرائق في البلاد حيث شهدت محافظة ديالا حريقا في صالة للولادة في مستشفى بلد روز العام مما تسبب في حالات اختناق للأطفال حديثي الولادة كما امتد مسلسل الحرائق لمباني حكومية وأهلية ومعارض للسيارات ومزارع في محافظات البصرة والمثنى والقادسية وبابل وميسان وغيرها في حين لم تكن العاصمة بغداد بمعزل عن تلك الحرائق اذ سجلت حوادث في المدة ذاتها كان اخرها الحريق في مجمعين تجاريين وحريق داخل احد المطاعم وفي اثر تلك الحرائق عقد وزير الداخلية الحالي عبدالامير الشمري اجتماعا على مستوى الوزارة في محاولة للتصدي لازمة الحرائق معلنا دخول الدفاع المدني بالانذار جيم لمدة ثلاثة اشهر مع اقالة مدير الدفاع المدني في محافظة البصرة وامهال مديري الدفاع المدني في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد شهرا واحدا للعمل على خفض نسبة حوادث الحرائق المسجلة في استعراض دعائيا بحسب مختصين من جهتها اقرت مديرية الدفاع المدني ان الحرائق الاخيرة المتتابعة تنذر بخطر مبينة ان ارتفاع درجات الحرارة يزيد من احتمالات تكرار حرائق العراق في ظل عدم وجود الدعم الحكومي للمديرية من عجلات اطفاء الحرائق وبعض المستلزمات الضرورية للدفاع المدني ويعد الاهماد الحكومي احد ابرز اسباب الحرائق الكثيرة في الدوائر الحكومية والاهلية في العراق وقد تسبب بحرائق كثيرة في السنتين الماضيتين مسجلة ضحايا بالمئات وسط مطالبات بتجديد الاجراءات العقابية ضد المقصرين وانهاء سياسة الافلات من العقاب لظاهرة كبدت البلاد خسائر بشرية ومالية كبيرة